اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليس فقط الكويت هناك في الوقت الحالي نشاط جدا متقدم في شقيق المملكة العربية السعودية وكما اشرت هناك عندهم خطة برفع عدد الجمعيات التعاونية من 243 الى 2000 في رؤية 2030 وضمنت هذه الرؤية ايضا استراتيجيات العمل التعاوني العمل التعاوني سيبقى له دور اساسي في حفظ الغداء للمواطنين ويمكن يساهم حتى حماية المستهلك في البلد قطاع الصحة في مملكة البحرين يشهد العديد من التحديات على اختلاف مجالاته وتخصصاته الا ان وضع السياسات والخطط المتطورة لعلاج المصابين بمرض السرطان كان موضع التساؤل في الجلسة لسعادة وزيرة الصحة نقلنا صوتنا الى معالي سعادة الوزيرة في موضوع ما يعانونه المصابين بمرض السرطان وخصوصا انه محتاجين الى الرعاية ومحتاجين الى اماكن معقمة ومحتاجين الى يعني علاج نفسي يتضمن العلاج الوقائي يعني بلا شك نحن نحمل مساحة كبيرة من المسؤولية الى الجهات المعنية في الدولة من خلال يعني تمديد اليهم ميزانيات اكبر من خلال فتح اليهم ممرات نقول ممرات امنة من خلال ميزانية ورصدها الى هذا النوع من الامراض والامراض الثانية اللي ما نختلف عليها سعادة النائب محمد بحمود وخلال مداخلاته امام المجلس تساءل بحضور سعادة وزيرة الصحة عن خطط الوزارة كذلك في مكافحة الحشرات المنتشرة في المستنقعات واماكن تجمع المياه احدى الادوات النيابية هي السؤال اللي وجه لأي وزير في الحكومة طبعا وجهنا اليوم سؤال الى سعادة وزيرة الصحة بخصوص انتشار الحشرات وطريقة مكافحتها وتأثير المبيدات الحشرية على صحة الانسان طبعا كان هناك رد لعله في جزء من التناقضات في الرد والواقع على ارض البحرين اليوم كثير من هذه الامور موجودة نحتاج طبعا اكثر تعامل معها من قبل وزارة الصحة من اجل حماية الناس من هذه الاوباء وانتشارها اللي راح تعود بالخسارة على ميزانيات الدولة ممثلة في وزارة الصحة اللي تبدل طبعا جهود كبيرة في مكافحة مثل هذه الحشرات النقاشات والتجاذبات في الجلسة طالت العديد من المقترحات والتساؤلات بشأن توفير فرص العمل والتي ناقشها السادة النواب باسهاب امام المجلس وبحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ايمانا منهم بضرورة الاعتماد على العنصر البحريني في التوظيف جدول اعمال حافل بالتساؤلات والاستفسارات بين السادة النواب وممثلي الحكومة في قطاع الصحة وقطاع العمل الا ان الاختلاف في الاراء حول الخطط وآليات توفير فرص العمل شغل حيزا كبيرا من الانقاشات في هذه الجلسة بهدف التوصل الى نقطة التقاء يستفيد منها المواطن البحريني الباحث عن العمل يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين العمل